استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبية صباح اليوم الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة في ظل حرص البلدين على ترسيخ أسس التعاون بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما نقل الدكتور أمابيل أجيلوس إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة رئيس جمهورية الفلبين الصديقة وتمنياته لسموه بموفور صحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والاستهار وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتماما من مملكة البحرين بتوسيع مجالات التعاون الثنائي مع جمهورية الفلبين الصديقة استنادا إلى ما يجمع بين البلدين من تفاهم واحترام متبادل ونوه سموه إلى أن العلاقات البحرينية الفلبينية متميزة يدعمها تعاون بناء يعبر عما يربط بين البلدين من علاقات قوية على المستويين الرسمي والشعبي معربا سموه عن تطلعه إلى مزيد من العمل الذي يلبي التطلعات المشتركة لكل البلدين والشعبين الصديقين فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق المشترك ونوه سموه إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين والاستفادة من فرص التعاون التي يمتلكها البلدان بالشكل الأمثل مشيدا سموه بالدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في المملكة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدكتور أجلوس بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الفلبيني وتمنيات سموه له بوافور الصحة والسعادة وللشعب الفلبيني الصديق دوام التقدم والنماء من جانبه أعرب الدكتور أميبل أجلوس عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بكل ما من شأنه توطيد العلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى أفاق أرحب تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبين صديقين